طالب جامعي نشأ في عائلة غنية وتعلم في أفضل المدارس والكل يثني عليه ولكنه كان لا يهتم بصلاته وأمور دينه ولا يحسن التوكل على الله كان هذا الشاب رئيس فريق السباحة في الجامعة وكان يستعد ليمثل بلده في الألعاب الأولمبية القادمة وكان له صديق على خلق ودين وملتزم ولا يتحرك خطوة إلا ويقول بسم الله توكلت على الله وكثيرا ما طلب من صديقه السباح الذهاب معه للمسجد للصلاة وقراءة القرآن لكن صديقه السباح كان يفضل الذهاب إلى مسبح الجامعة ليتدرب أكثر على السباحة وفي ليلة ذهب الشاب إلى مسبح الجامعة كالعادة لينضي بعض الوقت في التدريب على القفز وكان القمر في هذه الليلة ساطعا بنوره من خلال النوافذ الكبيرة للمسبح وكان السكون يخيم على المكان فشعر الشاب براحة كبيرة لعدم وجود أي شخص في المسبح ولم يهتم في إشعال الأنوار لأن ضوء القمر يتخلل المسبح من خلال النوافذ وفي لحظات صعد السلم الأعلى وتقدم إلى حافة منصة القفز ورفع يديه استعدادا للقفز ودون أن يشعر وجد نفسه يقول بسم الله توكلت على الله بعد أن قالها تعجب من نفسه لأن الجملة التي كان يصيه بها صديقه دائما خارجت دون إرادته ورغم ذلك شعر بفرح عجيب يملأ كيانه واستعد مرة أخرى على حافة المنصة للقفز وتذكر هذه المرة كلمات كان يكررها صديقه عند بداية كل أمر وهي ما أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنرددها كل صباح ومساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم وقبل القفز بثوان إذا بالباب يفتح ومسؤول الصيانة يدخل ويشعل الأنوار في المسبح فنظر الشاب إلى أسفل وكانت المفاجأة الكبرى لقد وجد المسبح فارغا من الماء حيث أن المسؤول قد أفرغه لإصلاح شق في داخله ولم يقف بين الشاب والموت إلا لحظات قليلة إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور نزل الشاب من المنصة ليسجد لربه وهو يبكي ليس على نجاته وإنما على الوقت الذي مر به ولم يذكر فيه اسم الله فقال في نفسه وهو يبكي لقد تبت إليك يا الله يا رحيم يا حفيظ كم من مرة يحف بنا الخطر والموت ولكن برحمتك تعطينا فرصة أخرى منتظرا منا أن ننتبه قبل فوات الأوان لقد انتبهت وأعاهدك على قول وعمل كل ما يرضيك وقرر منذ ذلك اليوم المحافظة على الصلاة في المسجد ومصاحبة الأخيار وملازمة القرآن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كانت سيدة تعيش مع زوجها وأولادها حياة رغدة وقد استعانت طوال حياتها الزوجية على تربية أولادها بمربيات عديدة وفي يوم جاء مزارع من معارف زوج السيدة يصطحب معه ابنته ذات الأعوام السبعة لتعمل عندهم مقابل عشرين جنيها في الشهر وترك المزارع طفلته التي كانت تمسك بجلبابه وانصرف دامع العينين كانت الطفلة تستيقظ في الصباح تساعد السيدة في إعداد الطعام لطفليها ثم تحمل الحقائب المدرسية وتنزل بها إلى الشارع ثم تعود وتبدأ في ممارسة أعمال البيت من تنظيف ومسح وشراء الخضروات حتى منتصف الليل وعند أي هفوة أو نسيان أو تأجيل أداء عمل مطلوب منها ينهال عليها زوج السيدة ضربا بقسوة شديدة فتتحمل الضرب باكية صابرة ورغم ذلك فقد كانت في منتهى الأمانة والنظافة والإخلاص لمخدومها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين مرت السنوات وبدأت السيدة تلاحظ أن الأكواب والأطباق تسقط من يدي الفتاة وأنها تتعثر كثيرا في سيرها فعرضتها على الطبيب فأكد لها أن نظرها قد ضعف جدا وأنها لا ترى حاليا ما تحت قدميها وأصبحت شبه كفيفة ورغم ذلك لم يرحمها زوج السيدة واستمر الحال هكذا لفترة من الزمن ثم خرجت الفتاة ذات يوم من البيت بعد أن أصبحت كفيفة تقريبا ولم تعد مرة أخرى فلن تهتم السيدة أو زوجها بالبحث عنها ومضت السنوات وأحيل الزوج للتقاعد وفقد المنصب والنفوذ وتخرج ابنه من الجامعة وعمل وتزوج وسعد الوالدان بزواجه واكتملت سعادتهما حين عرف أن زوجة ابنهما حامل وبعد مرور شهور الحمل وضعت زوجة الابن وكان المولود كفيفا لا يبصر وكانت صدبة قاسية على الجميع وقد عرضوا الطفل على الأطباء ولكن بلا فائدة ولكن الأطباء طمأنوها فحملت وأنجبت طفلة جميلة ترى وتبصر كالأطفال ولكن بعد سبعة شهور لاحظوا عليها أن نظرها مركز في اتجاه واحد لا تحيد عنه فأصيب زوج السيدة بحالة نفسية فسدت معها أيامه وكره كل شيء ودخل مصحة نفسية لعلاجه من الاكتئاب وانقبض قلب السيدة وتذكرت فجأة الفتاة التي هربت من جحيمهم كفيفة وتساءلت هل هذا عقاب رب العالمين لهم على ما فعلوه بتلك الفتاة؟ وبعد بحث طويل علمت السيدة أن الفتاة تعمل خادمة بأحد المساجد فذهبت إليها وأحضرتها لتعيش معها ما بقي لها من أيام وعادت الفتاة مع السيدة تتحسس الطريق والسيدة تمسك بيدها واستقرت الفتاة مع السيدة وأصبحت ترعاها هي وحفيديها الكفيفين وأصبح أملها أن يغفر الله لها ما كان ومع دعائها الدائم لله أن يعفوا عنها كانت تقول لمن انعدمت الرحمة في قلوبهم إن الله حي لا ينام فلا تقصوا على أحد فسوف يأتي يوم تندمون على ما فعلتم في قوتكم وجبروتكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون تزوج شاب صالح من ابنة خاله وبعد الزواج بثلاثة أعوام لم يرزق بأطفال وهذا ما عكر صف الزوجة وجعلها في حزن وحيرة بينما كان الزوج راضيا بما قسمه الله له ولكن بعد انتهاء العام الرابع أشفقت الزوجة على زوجها واقترحت عليه الزواج من أخرى فرفض الزوج ومع إلحاح الزوجة لأيام وشهور وافق الزوج فاختارت له الزوجة فتاة صالحة طيبة القلب وذهب معا لخطبتها وتم الزواج وبعد أقل من شهر دبت الغيرة والنار في قلب الزوجة الأولى بعدما رأت زوجها يميل إلى زوجته الجديدة وزادت الغيرة وتحولت إلى حسد وحقد بعدما حملت الزوجة الثانية وأنجبت طفلا جميلة وفي أحد الأيام وبعدما أصبح عمر الطفل عاما أخبر الزوج زوجته الأولى أنه سيسافر مع زوجته الجديدة والعودة بعد يومين للوفاء بنذر قد نذره لله وأنه سوف يترك الطفل معها فوافقت الزوجة كانت الليلة الأولى بعد سفر الزوجين شديدة البرودة فأشعلت الزوجة بعض الحطب كي تدفئ الغرفة وعندما كان الطفل يلعب كانت النار تأكل في قلب الزوجة الأولى بسبب غيرتها ولم تتابع الطفل وهو يقترب من المدفأة وعندما أفاقت أسرعت إلى الطفل ولكن بدلا من إبعاده عن النار وضعت في يده ليسرى جمرة نار أحرقت الطفل وشعرت بهدوء النار التي في قلبها ولم تهتم بصراخ الطفل إلا عندما دق الجيران جرس الباب ليستفسروا عن سبب صراخ الطفل فقامت بوضع مرهم للحروق في كفه وفي صباح اليوم التالي جاء خبر لزوجة بأن الزوجة وزوجته الثانية ماتا في حادث سيارة ووجدت الزوجة القاسية نفسها مسؤولة عن تربية الطفل كبر الطفل وأحب زوجة أبيه حبا كبيرا كما أحبته هي أيضا خاصة بعدما أصبح المسؤول الأول عن خدمتها ورعايتها معدما أصابها المرض في أماكن كثيرة في جسدها فكان يعاملها برفق ولين ويراعي الله فيها ويناديها بأمي وفي كل مرة يناديها بأمي كان قلبها يعتصر حزنة خاصة كلما شاهدت أثر الحروق في كفه والتي كانت السبب فيها وكانت تقول وهي تبكي لا أعلم بدون هذا الإبن البار ماذا كنت أفعل وفي أحد الأيام فوجئت الزوجة بابن زوجها يخبرها بأنها ستكون بين الحجاج هذا العام فبكت وأرادت أن تعترف له بأن الحروق التي بيده اليسرى هي من تسببت فيها ولكنه قاطعها وضمها إلى صدره وقال لها أعرف ذلك منذ سنوات فقد سمعتك أكثر من مرة وأنت تناجي الله وتستغفرين من هذا الدم ورغم ذلك لم أتغير من ناحيتك حبا لله ولرسوله الذي قال من كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون